بسم الله الرحمن الرحيم عزيزاتي الطالبات الصف الثاني متوسط مرحبا بكم في الدروس الالكترونية لمدارس السندباد الاهلية الموضوعنا اليوم رياضيات الصف الثاني متوسط وعنوان المحاضرة الانعكاس والدوران في المستوى الاحداثي الانعكاس في المستوى الاحداثي وتحول هندسي من شكل ما الى صورة ومرآته المعكوسة يحافظ الانعكاس على بنية الشكل من اطوال الاضلع وابعاد وزوايا خط الانعكاس هو الخط عمودي او افقي يمثل مرآت ويكون اما محور اكس او محور واي ملاحظة الانعكاس على محور اكس اكس يتبع القانون التالي ار ايكس يعني ريفليكشن للنقطة اكس وواي يعني الانعكاس للنقطة اكس وواي على محور اكس تساوي اكس تبقى كما هي ناقصا واي يعني اكس النقطة تبقى كما هي والواي تنضرب بسالب اثنين الانعكاس على محور واي اكس على محور واي يتبع القانون التالي ار واي للنقطة اكس وواي يعني الانعكاس للنقطة اكس وواي على محور واي تساوي ناقصا اكس وواي نضرب الاشارة سالب بالاكس والنقطة واي تبقى كما هي هذين القانونين ومثل انعكاس على محور كل من اكس وواي للنقاط مثال جد انعكاس النقاط اي بي و سي على كل من محور اكس اولا ومحور واي ثانيا النقطة اي اثنين واثنين النقطة بي ثلاثة واثنين النقطة سي اربعة واثنين ار اكس للنقطة اكس وواي القانون اكس وناقص واي للنقطة اي ثنين واثنين سي صير اثنين وسالب اثنين اي داشا انعكاس بي ثلاثة واثنين انعكاس بي داش رح سي ثلاثة و سالب 3. C 4 و 2. على محور x. على محور y. x و y. يصبح ناقص x و y. يعني نظر الاشارة السالبة ب x. و y تبقى كما هي. النقطة A 2 و 2. و سالب 2. النقطة B 3. و 3. و 3. و سالب 3 و 3. C 4 و 2. سالب 4 و 2. تبقى لقانوني الانعكاس. على محور x و y. ثانيا الدوران. الدوران هو تحويل هندسي. يحول النقطة 0 و 0. إلى نفسها. و يحول أي نقطة. مثل A إلى A داش. اعتماد على مبدعين أساسيين هما. أولا. مقدار زاوية الدوران. إما 90 أو 180 أو 270. اثنين. اتجاه الدوران. هل الدوران مع أقرب الساعة؟ أو عكس دوران أقرب الساعة؟ و لأجل معرفة الدوران و قوانينه. و لأجل معرفة الدوران و قوانينه. وتطبيق الدوران. نتبع أحدى القوانين التالية. أولا. قانون الأول. دوران بزاوية 90 درجة باتجاه أقرب الساعة. يكون ترتيب النقاط كالآتي. ريفلكشن 90 للنقطة X و Y. أصير Y و ناقص X. يعني بعد الدوران نصير Y و ناقص X. دوران بزاوية 90 درجة باتجاه أقرب الساعة. ريفلكشن 90 X و Y. أصير ناقص Y و X. يعني نبدل Y بمكان X و X بمكان Y. و نضرب Y بسالب بإشارة سالبة. إذن مع اتجاه أقرب الساعة القانون الأول. X و Y يصير Y و سالب X. يعني نخلي بمكان X و Y و مكان Y و X. بس نضرب X بالسالب. القانون الثالث دوران بزاوية 180 درجة مع أقرب الساعة. أو بالعكس. أقرب X. ريفلكشن 180 درجة. روتينشن 180 درجة. أقرب X و Y. نضرب X بالسالب. ناقص X بالسالب. ناقص X بالسالب. تبقى النقاط كما هي. تبقى النقاط ثابتة. في أحداثياتها. ولكن تضرب إشارة سالب. إذا كان الدوران أقرب الساعة. أقرب الساعة أربعة دوران بزاوية 270 درجة معاك تجاه أقرب الساعة روتينشنال 170 للنقطة X و Y أصير ناقص Y و X دوران بزاوية 270 درجة معاك عكس دوران أقرب الساعة روتينشنال X و Y يصير Y وسالب X كما في التسعين أي تتبدل X مكان Y و نضرب مرة Y بسالب و مرة X بسالب شكرا لأصغائكم و إلى اللقاء في المحاضرة القادمة